من الأستاذ سعيد من القاهرة نحن يوم الأمم إسلام الأستاذ سعيد بيقول الحمى طبعا الحمى هنا الحمى عندما تتزوج ابنتها لا تجوز لك ولا تحل حتى لو ماتت لقد الله ابنتها لا تستطيع أن تتزوج أمها بعد ذلك يبقى حضرتك هذه الحمى هي كأمك تماما تكشف شعرها بالحشمة بالملابس المحتشمة الجميلة المحترمة وهي كأمك تماما تسلم عليها تصفحها تقعد معها تهزر معها تتكلم معها أمك كما تفعل مع أمك تماما فأم الزوجي أم للزوجتي وأم الزوجتي أم للزوجتي أستاذ محمد من كفر الشيخ طبعا هو بيقول الزيادة في الأجل يعني لو أنت مثلا بتروح تشتري ويقولك دلوقتي بألف جنيه بعد شوية أو تديني بعد شهر ولا أسبوع بألف وخمسمائة يجوز إنما حضرتك عاوز تاخد قرض من مكان ما عشان يبقى تلت تلت أو تدفع فايدة قليلة لو كان هذا المكان بيعطيك هذا الأمر على سبيل التمويل على سبيل التمويل يعني هو داخل معكم متداخل في هذا الأمر وعارف إن أنت بتاخده عشان الموضوع ده فهو لا شيء فيه يجوز أن تأخذ هذا القرض أما لو كان جهة بتدي بس هديك 100 عشان تدوم لمية وعشرة ده إحنا في دول الإفتاء مستيب يقول لا يجوز هذا إلا عند الحاجة أو الضرورة يعني لازم أعمل كده وإلا حياتي هتتعطل فتعمل كده أما لو كان تمويل بيعملوا كده بالفعل بيدوك عشان هذا الغلط بس يبقى هنا بنسميه تمويل وهو لا شيء فيه وجائز ترجمة نانسي قنقر